قضية السطو الأمريكية هي ما تفضلت به في قضية القابلية الاستعمار هي مش فقط القابلية الاستعمار هي الإرادة الرغبة في الخضوع لأن هناك أنظمة ترى أن ليس لها شرعية داخلية فهي ترجع إلى الشرعية الخارجية لكن في قضية السطو الأمريكية هناك بلد عادت سكانه أصغر من تونس أو في حدود سكان تونس ومساحته أصغر من تونس ويقع على بعد حجر من الولايات المتحدة وهو كوبا كوبا هذه ظلت لما يزيد عن خمسين عام تحت الحصار الأمريكي تحت أحيانا الهجوم الأمريكي الهجوم الشهير كما تعرفون الفاشل لكاد أن يحول العالم إلى حرب نووية تحت الضغط الشديد من كل النواحي لكن في 2012 أو 2013 ذهب أوباما هناك ليقول أن الولايات المتحدة فشلت في الإطاحة بالنظام الكوبي هذا البلد الصغير صغير جدا في حجمه في إمكانياته في عدد سكانه يقف للإمبراطورية الأمريكية بعده جاء موقف بنزويلا بنزويلا أن تقوم أنت ذكرت أوروبا لا أوروبا لأنها متماهية لأنه المشروع الغربي أوروبا مصلحتها مصلحتها أن تمضي وراء الولايات المتحدة بل مصلحتها أن عادت الولايات المتحدة إلى أوروبا بعد أن انسحبت منها لأنها تخشى في نهاية المطاف قد يأتي هجوم روسي كما جعل أوكرانيا إذن في الحقيقة عندما تكون هناك الإرادة يكون إذا كان الكوبي الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا لديه لا البترول ولا الغاز ولا العدد الهائل ولا المنطق استراتيجي هذا كله فما بالك نحن الذي لدينا البحار الممرات الدولية الثروات الثروات قلب العالم نحن قلب العالم البحر المتوسط هو قلب العالم وما جاوره فالحقيقة هناك أنظمة وكيلة ضعيفة رديئة أخرجوا أسوأ ما فينا سمحوا لي على إيبارة أخرجوا حثالة شعوب ووضعوها على رأس هذه الشعوب وعلى رأس هذه البلدان لتحكمنا ونحكم بطريق استعمار بشع يا ليتا كان الاستعمار مباشر بس أستاذ العربي أنا أقول لك خلينا دائما نكون شوية في أن نتفاؤل حتى لو كان تفاؤل بدون بيزلس يعني مالوش مالوش أساسات مالوش أساسات مالوش أساسات أنا أقول بأنه هذا ما يجري اليوم هو فرصة مزدوجة أولا هذه فرصة للشعوب العربية ليس ليس لتدافع عن قطاع غزة وإن كان هذا مهما ولكنها فرصة لم تأتي سابقا ولن تتكرر لدفاع عن أنفسهم ولتحرير أنفسهم من الاستبداد ومن الفقر ومن التهميش لأن الحرية الغزة تنثرها الآن في العالم الأولى أن يستفيد منها العرب وأنا أقول هذا ليس ليس مبالغة لما نطلع اليوم على كل العالم في كل زاوية غزة موجودة في كل زاوية في العالم وتحرك لأجلها السود وشعروا بأنها قضية تتماهى مع قضيتهم اليساري يرى بأنها قضية تتماهى مع قضيته الليبرالي كذلك في معظم الأحيان وصار كل أحرار العالم أو ما لديهم قضايا حتى السكان الأصليون كل ما لديه قضية تحرر أصبح يرى في غزة نموذجا فالأولى بالعربي أن يرى في غزة نموذجا تحرره من الاستبداد الذي فيه والفقر والتهميش